وصلتنا معلومات بأن هناك عمليات حرق سوف تكون هناك للصناديق وأيضاً هناك بالغرفة الأخيرة سوف يكون هناك التلاعب بنتائج الانتخابات وطالبنا من القائد العام للقوات المسلحة ومن المفوضية أن تكون توفر الجو الآمن للانتخابات لأن أنت اليوم ما تقدر تكون جزء من حماية هذا الموضوع أنت من شغل بانتخاباتك ومن شغل بأن شون تركز على نجاحك في هذه الانتخابات هذه ليس مسؤولتي مسؤولية المفوضية ومسؤولية القائد العام للقوات المسلحة باعتبار الجهة المسؤولة عن تأمين الجانب الأمني للانتخابات وأيضاً حتى على الجوانب الأخرى من الانتخابات فأنا أشر عليها بهذا الشكل ولكن لا أستطيع مثلاً أنا أقول اليوم عندي معلومات بأن سوف تكون هناك تلاعب في السيرفرات في الغرفة الأخيرة من الانتخابات يعني أنا أشر بس ما عندي لحد الآن دليل حتى أقول إيه يلا خلي نتحرك هذا يتبين في أثناء مرحلة الانتخابات قد يحصل هذا الموضوع ويحال إلى القضاء طب ماذا أشرتي؟ وما الذي استفاد المواطن العراقي من تأشيراتك هذه سيدة عالية؟ شوف يعني هذه جزئية مهمة من سلامة الانتخابات وبالتالي سلامة الانتخابات تخص ليس في مصلحة فقط يعني أنا كمواطنة عراقية أيضاً يهمني سلامة الانتخابات لأن سلامة الانتخابات يعني سلامة مخرجات هذه العملية الانتخابية سلامة مخرجات العملية الانتخابية يعني سوف تكون بناء سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية تضع نفسها على السكة الصحيحة فهذا البناء جدا مهم يستفاد من عنده المواطن العراقي يستفاد من عنده بكل المفاصل إذا كانت العملية الانتخابية ومخرجاتها سليمة